السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح درس تحليل وحيدات الحد شرح الطالب حسن علي لعليان تحليل وحيدات الحد تحليل وحيدات الحد لها قسمين تحليل وحيدات الحد وإيجاد القاسم المشترك الأكبر راح نبدأ بتحليل وحيدات الحد مثال واحد حلل كل وحيدة حد في كل مما يلي تحليل تام 34 سين صاد تساوي راح نبدأ بخطوات الحل الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي الخطوة الثانية تقسيم العدد الخطوة الثالثة تحليل المتغيرات الخطوة الرابعة كتابة التحليل إلى عوام الأولية إنجل الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي وضعناه تقسيم الأعداد 34 نقسمها على الاثنين بيعطينا 17 17 عدد أولي والعدد الأولي هو العدد ما يقبل القسمة على نفسه على الواحد 17 راح نقسم على 17 بيعطينا الناتج واحد واحد انقسم على واحد بيعطينا واحد نكتب الأعداد اللي طلعت لنا في الناتج 1 ضرب 2 ضرب 17 ضرب 20 ضرب صاد ننتقل للمثال الثاني 12 جيم تربيع دال أس أربعة الخطوات الحل وضع الخط الرأسي الخطوة الثانية قسمة الأعداد الخطوة الثالثة تحليل المتغيرات الخطوة الرابعة كتابة التحليل إلى عوام الأولية نجد الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي تم وضعه قسمة الأعداد الـ 12 راح نقسمها على الاثنين بيعطينا ستة ستة نقسم على نفسه راح يعطينا واحد واحد نقسم على نفسه بيعطينا واحد الـ 12 جيم تربيع وطاوس أربعة نكتب النواتج اللي هني اللي طلعوا لينا اللي هي واحد ضرب اثنين ضرب ستة ضرب جيم ضرب جيم الجيم تكررت مرتين لأنه أس اثنين ضرب طاق ضرب طاق ضرب طاق ضرب طاق تكررت أربع مرات لأنه أس أربعة ننتقل للمثال الثاني اللي بعده 95 سين صاد الخطوات الحل الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي الخطوة الثانية قسمة الأعداد الخطوة الثالثة تحليل المتغيرات الخطوة الرابعة كتابة التحليل إلى عوام الأولية نجد الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي تم وضعه قسمة الأعداد 95 95 نقسمها على التساطة عش راح يطلع عدنا خمسة الناتج الخمسة عدد أولي والعدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد خمسة تقسيم خمسة واحد نجي نكتب النواتج اللي طلعوا علينا واحد ضرب خمسة ضرب تساط عش ضرب سين ضرب صاد ضرب صاد تكرر تساط مرتان لوجود عصة اثنين 24 ألف باء نجي لها خطوات الحل الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي الخطوة الثانية قسمة الأعداد الخطوة الثالثة تحليل المتغيرات الخطوة الرابعة كتابة التحليل إلى عوامل أولية نجي للخطوة الأولى وضع الخط الرأسي تم وضعه الاربعة وعشرين نقسم على الاثنين بيعطينا اطناعش الاطناعش نقسم على نفسه بيعطينا واحد واحد تقسيم واحد واحد نجي نكتب النواتج اللي طلعوا لنا واحد ضرب اثنين ضرب اطناعش ضرب ألف ألف ما عليها أس عشان كده تكررت مرة واحدة والباء تكررت أربع مرات لوجود أس أربعة مثال اثنين أوجد القاسم المشترك الأكبر قاف قاف ميم ألف لكل زوجة من وحيدات الحدود التالية الخطوات الحل الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي الخطوة الثانية تقسيم الأعداد لإيجاد القاسم المشترك الأكبر الخطوة الثالثة تحليل المتغيرات الخطوة الرابعة تحديد الأرقام والمتغيرات المتشفة الخطوة الخامسة ضرب الأعداد والعناصر المتشابهة والناتج هو القاسم المشترك الأكبر يعني الناتج اللي يطلع هو اللي يكون القاسم المشترك الأكبر عدنا عبارتين ستة سين ستة سين صاد وطمون طعش صاد يعني راح نبدأ بستة سين صاد نجلس ستة نقسمها مثل ما قسمنا في المثال الأول ستة نقسمها على الاثنين يعطينا الناتج ثلاثة الثلاثة عدد أولي والعدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى الواحد الثلاثة نقسمها على الثلاثة يعطينا الناتج واحد فإذا قال وجد القسم المشترك الأكبر ما يحتاج أن نحلل تحليل تام فراح تكون العبارة ستة سين صاد تساوي اثنين ضرب ثلاثة ضرب صاد ضرب صاد ضرب صاد الصاد تكررت الصاد تكررت أربع مرات لوجود أس أربعة والسين تكررت مرة واحدة لأنه ما عليها أس نجلل عبارة الثانية 18 صاد عين 18 صاد عين نجلل 18 نقسمها مثل ما قسمنا في المثال الأول 18 تقسيم 9 ثلاثة 18 تقسيم 9 تساوي 2 اثنين مقسمة على الاثنين واحد غاف ميم ألف تساوي 2 ضرب ثلاثة ضرب صاد 2 ضرب ثلاثة يساوي 6 صاد ننتقل للمثال اللي بعده 11 سين صاد 21 سين صاد عدنا خطوات الحل الخطوة الأولى وضع الخط الرأسي الخطوة الثانية تقسيم الأعداد لإيجاد القاسم المشترك الأكبر الخطوة الثالثة تحليل المتغيرات الخطوة الرابعة تحديد الأرقام والمتغيرات المتشابهة الخطوة الخامسة ضرب الأعداد والعناصر المتشابهة والناتج هو القاسم المشترك الأكبر 11 سين صاد تساوي 1 11 على طول إنه عدد أولي ما يقبل القسم إلا على نفسه وعلى الواحد 11 نقسمها على 11 بيعطينا الناتج 1 ما يحتاج نحل التحليل تام نجي للعبارة اللي بعدها 21 سين صاد 21 سين صاد نجي نقسم الواحد وعشرين على الثلاثة بيعطينا سبعة السبعة عدد أولي ما يقبل القسم إلا على نفسه سبعة تقسيم سبعة واحد القاسم المشترك الأكبر ما في عندنا أرقام متشابهة بس يوجد المتغيرات المتغيرات نكتبهم فنكتب قاف ميم ألف تساوي سين صاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تساوي سين صاد